وفي الوقت الذي يستعد فيه الجيش الإسرائيلي لتوسيع عملياته العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطع غزة حذر من أن حماس تحاول إعادة بناء قدرات عسكرية في جباليا شمال القطع كما صدرت أوامر إسرائيلية جديدة بعمليات إخلاء للمدنيين من مناطق إضافية شرقي رفح والتوجه إلى المنطقة التي وصفها بالمنطقة الإنسانية في المواصل ودع سكان مناطق شمالي قطع غزة إلى التوجه فورا إلى غربي مدينة غزة وكشف الجيش الإسرائيلي عن إخلاء ما يقرب من 300 ألف من سكان غزة نحو المواصل نتابع هذا الخبر مباشرة من تل أبيب معنا من هناك المدير العام السابق لوزارة التخطيط الاستراتيجي في إسرائيل الجنرال يوسي كوبراوسر سيد يوسي أهلا بكم معنا في غرفة أخبار سكاين نيوز عربية ما الذي تخطط له إسرائيل من طلبات الإخلاء الجديدة من سكان في رفح وفي مناطق أخرى من قطع غزة مساء الخير سأعطي بالوجود معكم الذي نخطط له هو أن نتخذ التدابير اللازمة لأننا نعرف أن هناك عملية كانت قد تمت في شمال غزة ولكننا لم ننهي مهمتنا بمجرد أن غادرنا بدأت حماس تعيد تجيش عناصرها وتعيد بناء قدراتها ولذلك نحن الآن نريد أن يتحرك هؤلاء المدنيون إلى أماكن آمنة وفي رفاح لم نقم بعملية الأساسية بعد تماما سيد يوسي ولكن أين ذهبت الإنجازات الإسرائيلية التي قالت أنها أنجزتها في شمال قطع غزة وقالت أنه هي مضطرة لدخول رفح لأن هناك باقي فقط أربعة ألوية من حماس موجودة في رفح في جنوب قطع غزة الآن الحديث على أن حماس تقوم بتجميع قواتها في الشمال ألا يثبت هذا فشل كل العملية الإسرائيلية يعني بعد أكثر من مئتين يوم من الحرب في قطع غزة كلا نحن نجحنا في تكبيد الكثير من الأضرار والخسائر في كل مناطق غزة بستناء رفح ودير البلح وبالرغم من أن تلك المعلومات التي تفيد بأن إسرائيل لم تقهر حماس في معظم أنحاء غزة هي زائفة هناك الكثير من الآلاف من الإرهابيين قتلوا وآلاف اعتقلوا وبالتالي علينا أن لا نصدق تلك الأخبار والمعلومات ولكن ما يزال هناك إرهابيون من حماس في هذه المنطقة في رفح وعلينا أن نتعامل معهم وعندما دخلنا غزة كان الأمر قد أخذ وقتا طويلا ونحن قمنا بعمليتنا بحذر شديد وكان علينا أن نستخدم العديد من الفرق الآن نحن لدينا بضع كتائب فقط وليس أعداد كبيرة ولكننا مصممون على مواجهة التهديد من حماس سواء في رفح أو في شمال غزة نعم ولكن يبقى السؤال مطروحا حتى هذه الحجة باتت غير مقنعة سيد يوسي بالنسبة للدول العربية التي عقدت اتفاقيات سلام مع إسرائيل بشكل مباشر هل تسعى إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة؟ ليس لدينا نية لإعادة احتلال غزة نحن نحاول أن نقاتل إرهابي حماس الذين هجموا إسرائيل حتى لا يعيدوا هجوم السابع من أكتوبر هذا ما نحاول فعله ونحرص على أن لا تصبح غزة تهديدا جديدا لنا في المستقبل إذن نحن نريد التعاون مع مصر وكذلك مع دول الاتفاقات الإبراهيمية حتى لا يعاد هذا نحن نريد التعاون معهم طيب من خلال ما تحقق حتى الآن هل ترى أن المقاربة الإسرائيلية ناجحة؟ وفق ما تقولون يعني أنه هي تريد أن لا يتكرر سيناريو السابع من أكتوبر وتريد تعزيز التعاون مع دول محور الاعتدال التي وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل هل ترى أن هذه الأهداف واقعية مع ما تقوم به إسرائيل الآن؟ نعم واقعية جدا وفي نهاية المطاف نحن ننظر إلى الأمور بشكل واقعي لا يمكن أن نحقق كل أهدافنا في وقت قصير والآن استغرق الأمر نحو ثمانية أشهر وسيتطلب الأمر أشهرا أخرى حتى نهزم حماس وحتى لا تتحول غزة معقلا للإرهابيين والتهديدات على إسرائيل ولتحقيق هذه الأهداف علينا أن نكون صبورين لأن حماس متجدرة في غزة وهم يعرفون المكان جيدا ولديهم الكثير من الأنفاق ويعرفون المكان أكثر من أي شخص آخر ولذلك هو تحدي كبير بالنسبة إلينا ولهذا نحتاج وقتا ونحن نعمل ليلة نهار من أجل أن نطاردهم ونحقق أهدافنا ونحن حققنا الكثير من الأهداف لكننا لم ننهي بعد ما هي الأهداف التي تحققت سيد يوسي خلال الثمانية أشهر السابقة من الحرب؟ أضعفنا قدرات حماس بشكل كبير نجحنا كذلك في هزم معظم تشكيلاتها وقتلنا الكثير من الإرهابيين واعتقلنا آخرين لا أحد يعرف أعدادهم كذلك نجحنا في إطلاق صراع أكثر من مئة رهينة من قبضة حماس وكذلك أوضحنا للجميع في قطاع غزة أن التعاون مع حماس هو فكرة سيئة ولكن سيد يوسي أعذرني على المقاطعة لضيق الوقت ولكن هناك من يشكك في تحقيق هذه الأهداف بنظر إلى العشرات الألاف من المدنيين الذين قتلوا وجرحوا في قطاع غزة ومن يحاجج بأن حماس ما تزال حتى الآن قادرة على شن هجمات على الجيش الإسرائيلي وعلى البلدات الإسرائيلية من قطاع غزة أنا أريد أن أسألك عن الوقت كما ذكرت أن هناك المزيد من الوقت تحتاجه إسرائيل لتحقيق أهدافها هناك حديث الآن حتى من الدول التي كانت تدعم إسرائيل في بداية هذه الحرب بعد السابع من أكتوبر هناك من يتحدث عن نبذ لإسرائيل أو تحول إسرائيل لدولة منبوذة بسبب ما يعانيه المدنيون في قطاع غزة ألا ترى أن طول أمد الحرب أكثر من هذا واستمرار إسرائيل في هذه الحرب على هذا النسق سيحول بالفعل إسرائيل إلى دولة منبوذة حتى من حلفائها؟ لا أعتقد ذلك أرى أن الجميع يعرف أن سبب مقتل المدنيين هو استخدام حماس لهم دروعاً بشرية وهذه هي المشكلة نحن بدلنا جهوداً كبيرة من أجل تقليل مقتل المدنيين ولكن بطبيعة الحال عندما تختبئ حماس وسطهم وكذلك تندس في صوف المدنيين في المستشفيات والمدارس والمشآت المدنية وتختبئ بينهم هذا هو ما يسبب مقتل المدنيين ونحن ينتهي بين المطاف بالإدرار بالمدنيين نحن نحاول قصار جهدنا أن نعزل المدنيين غير المنخرطين في القتال حتى لا يقتلوا أو يصابوا ولكن حماس تمنعهم من التحرك هذا هو الوضع والجميع يعرف أن هذا هو الوضع وأعتقد أنه لا يجب تصرع ولوم إسرائيل ولذلك نحتاج وقتاً أطول وعلينا أن نواصل التحرك بحضر ويقضى حتى نحرص على أن لا يكون هناك درر للمدنيين نحاول فعله ولكن لا يمكن أن نضمن تحقق هذا بسبب سياسة حماس واختباءها في المدنيين ولذلك هي تفعل هذا للضغط على إسرائيل شكراً لكم على إجابتكم على أسئلتنا يوسي كوبراوزر المدير العام السابق لوزارة التخطيط الاستراتيجي في إسرائيل كنتم معنا مباشرة من تل أبيب